تفعيلا للشراكة الاستراتيجية التي تربط المغرب والصين ترأس الملك محمد السادس حفل التوقيع على عدد من اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص بناء اتفاقية من جيل جديد تتمشى مع ما يسمى بالبعد الاستراتيجي لهذه العلاقة ما بقناش في علاقات طبيعية كلاسيكية عادية هناك ارادات ترجمها بيان اعلان لوقوع جلالة الملك الرئيس الصيني الاتفاقية الاولى تهم مذكرة تفاهم من اجل احداث منطقة صناعية وسكنية في جهة طنجة فيما تتعلق الوثيقة الثانية باتفاقية تعاون في مجال الاستثمار والمالية اما الاتفاقيتين الثالثة والرابعة فهما على التوالي مذكرة تفاهم تتعلق بتحويل المياه وتوسيع وسيانة المحطة الحرارية بجرادة فيما وقع المكتب الوطني للسياحة وجمعية منظمي الاصفار الصينيين اتفاقية شراكة هي الخامسة وتنص الوثيقة السادسة على بناء وحدة لصناعة الحافلات الكهربائية وتتعلق الوثيقتين السابعة والثامنة على التوالي باتفاقية شراكة من اجل احداث وحدة للانتاج الصناعي لسخانات الماء الشمسية فيما الاخرى تهم تطوير وحدة لانتاج خلايا اللاقطات الشمسية بالاضافة للتوجود الى الفتاقات المتجددة عندها واحدة الصيطة العالمي فيما يتعلق بالالواح الشمسية الفوتوفولتايك والمعود عليه فالاتفاقية تقوية هذا التعاون خاصة الاتفاقية تكون مهمة لانها تدوز عبر البرلمان المغربي وعبر البرلمان الصيني وتروم الاتفاقية التاسعة مواكبة المقاولات الافريقية وفتح افاق جديدة لاستكشاف فرص استثمارية مغربية صينية بافريقيا وتهم الاتفاقية العاشرة احداث مركب صناعي وصندوق للاستثمار صيني مغربي اما الاتفاقية الحادي عشرة فتتعلق بمواكبة تمويل مشاريع للتنمية بافريقيا الوثيقة الثانية عشرة تتعلق بتمويل بناء مصنع لانتاج الاسمنت بالمغرب وبخصوص الاتفاقية الثالثة عشرة فهي مذكرة للتفاهم من اجل تطوير مركز صناعي ولوجيستيكي من اجل تصنيع قطاع غيار الصناعات السككية والخاصة بالسيارات والطيران وتسعى الاتفاقية الرابعة عشرة الى تطوير مناطق لوجيستيكية جاهزة بافريقيا وتهدف الاتفاقية الخامسة عشرة الى تطوير منصة للسوق الالكترونية بالنسبة للمنتوجات الصينية الموجهة لافريقيا من خلال الاستفادة من موقع المغرب كمركز للتوزيع وبوابة دخول نحو افريقيا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة